اشتركوا في القناة الجنرال الفاروق على كرسية متحركة وهو يحظى باستقبال ملكية اليوم بالقصر الملكي العامر بالدار البيضاء خلال تقديم تهني بمناسبة عيد الفطرة هذا وفي ذات السياق اعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والاوسمة في بلغ لها ان الملك محمد السادس القائد الاعلى ورئيس الاركان العام للقوات المسلحة الملكية تفضل بتعيين الفريق محمد بريطة مفاتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوية خلفا للفريق اول بلغير الفاروق وبهذه المناسبة وشح الملك صدر الفريق والبلغير الفاروق بالحمال الكبرى لوسام العرش تقديرا لمساره المهانية المتميزة والخدمات الجليلة التي اسداها في خدمة العرش والوطن نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء